اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثاني والتجاري اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية في الحلقات السابقة بدأنا في الباب الاول ودرسنا في الفائدة البسيطة وعرفنا للفائدة هي العائد على المبلغ المستثمر او المقترض وتعلمنا مع بعض ان عشان احسب الفائدة البسيطة لابد يكون عندي ثلاث عوامل لابد يكون عندي مبلغ معدل مدة وناتج ضرب الثلاث عوامل بيديني الفائدة اتعلمنا ازاي نحسب الجملة وقلنا الجملة بتساوي المبلغ زائد الفائدة بعدها رحنا اتعلمنا ازاي نحسب اي عامل من عوامل الفائدة اتعلمنا ازاي نحسب المبلغ سواء كان بمعلومية الفائدة او بمعلومية الجملة واتعلمنا ازاي نحسب المعدل وتعلمنا ازاي نحسب الايه المدة بعد كده بدأنا في الباب الثاني اللي هو كان موضوع الدفعات المتساوية وعرفنا ان الدفعات المتساوية هي مبالغ متساوية القيمة تدفع على فترات زمنية منتظمة عرفنا ان في عندي نوعين من الدفعات عندي فيه دفعات اسمها دفعات فورية ودفعات عادية وقلنا ان الدفعات الفورية تدفع اول او بداية الفترة اما الدفعات العادية اللي ساعد بنسميها سداد بتدفع اخر او نهاية الفترة وتعلمنا ان قبل ما حل مسألة الدفعات لابد ان انا احسب 3 حاجات لابد احسب نون وشين وشين شرطة وعرفنا ازاي نحسب نون وشين شرطة سواء كانت الدفعة فورية او الدفعة عادية اتعلمنا ازاي نحسب جملة الدفعات ومجموع الفوائد بعدها رحنا اتعلمنا ازاي نحسب عوامل الدفعات سواء كان مبلغ الدفعة او المعدل اتعلمنا ازاي نحسب مبلغ الدفعة بمعلومية جملة الدفعات ومعلومية مجموع الفوائد وكذلك الامر بالنسبة للمعدل اتعلمنا ازاي نحسب المعدل بمعلومية جملة الدفعات ومجموع الفوائد والفرق بين الجملة الفورية والجملة الايه العادية بعدها رحنا على الباب الثالث اللي هو كان موضوع الفوائد الدورية وقلنا ان الدائم بيتفق مع المدين بيقول له بدل ما تسدد لي فايدة القرد في نهاية المدة لا انا عايزك تسدد لي الفوائد دي على فايد صغيرة على فترات الدورية الفايدة الوحدة بنسميها الفايدة الدورية وتعلمنا ازاي نحسب الفايدة الدورية وعدد الفايد الدورية ومجموع الفايد الدورية وكذلك الأمر فائدة القرد في نهاية المدة النهاردة معانا مجموعة من الأسئلة بتحتوي على أفكار متنوعة أفكار مميزة كلها من امتحانات سنوات سابقة إن شاء الله بعد ما نتضرب عليها هنتضرب على شكل الأسئلة اللي ممكن تقابلنا في الامتحان عشان ما نلاقي أي فكرة من الأفكار دي يبقى احنا اتضربنا عليها قبل كده أكتر من مرة خلينا نروح على السؤال الأول ونشوف السؤال الأول إيه فكرته إيه المعطيات إيه المطلوب وإزاي هنوجد المطلوب هروح على السؤال الأول السؤال الأول بيقول لي في أول يناير سنة 2019 اقترض تاجر من أحد البنوك 10,000 جنيه بمعدل 6% كل نصف سنة وفي منتصف يونيو من نفس العام طلبه البنك بسداد جملة المستحق عليه احسب جملة ما يسدده للبنك احنا تعودنا من ساعة ما بدأنا مع بعض ان احنا بنقرأ السؤال راية عادية جدا بعد كده بنرجع نقرأه كمان مرة عشان ندرسه ونشوف الأرقام دي هي عبارة عن إيه يعني إيه المعطيات وإيه المطلوب ونحدد إزاي هنوجد الإيه المطلوب هنشوف المسألة تاني بيقول لي في أول يناير اقترض يبقى أنا على طول أعرف أن التاريخ ده تاريخ الاخترض من أحد البنوك وكاتب لي رقم وجنبيه جنيه يبقى إذن ده مبلغ القرد أو المبلغ بتاعي 10,000 جنيه بمعدل المعدل اللي معايا 6% كل نصف سنة يعني أفهم من إيه يا شباب حد من أبنائنا الطلبة يقول لي براغو عليك بيقول إن المعدل ده مش معدل سنوي لأنه مش مكتوب جنبيه كلمة سنويا المعدل ده اسمه معدل جزئي يعني عن جزء من الإيه من السنة وفي منتصف يونيو من نفس العام يعني منتصف يونيو سنة 2019 طلبه البنك بسداد يبقى إذن التاريخ ده تاريخ الإيه السداد طالوه بسداد جملة المستحق عليه احسب جملة ما يسدده للإيه للبنك يعني مطلوب مني أحسب الجملة يعني هروح أحسب الفايدة والإيه والجملة تعالوا نلخص السؤال بتاعنا هو بيقول لي في أول يناير اقتراض يبقى أنا هاجي نعوّن هقول الاقتراض يعني تاريخ الاقتراض كام يا شباب أول يوليو أول يناير الاقتراض أول يناير اقتراض أول يناير أول يناير سنة كام يناير سنة 2019 قلنا ده اسمه تاريخ الايه الاقتراض من أحد البنوك طبعا القرد عندي اللي هو المبلغ اتفقنا كام يا شباب عشر تلاف جنيه طيب بمعدل المعدل عندي كام ستة في المية كل نصف نصف سنة يبقى هاجي هنا أقول عين ستة في المية كل ستة شهور وفي منتصف يونيو طالما ده تاريخ الاقتراض يبقى التاريخ ده هيبقى تاريخ الايه يا شباب هيبقى تاريخ السداد هقول السداد السداد عندي كام منتصف يونيو هقول منتصف يونيو من نفس العام احسب احسب جملة الايه المستحق بنا اقول هنا جيين مطلوب طيب لما اجا بص يا شباب هلاقي بالديني تاريخ الاقتراض اول يناير اهو ادي اول يناير تاريخ الاقتراض ومديني بيقولي تاريخ السداد كام اهو في الورقة منتصف يونيو لما لاقي فيه مسألة فيها تاريخين تاريخ فيه اول يناير ادي اول يناير اهو اول كلمة اول ده والتاريخ التاني فيه كلمة منتصف ادي كلمة منتصف يبقى انا على طول بروح احط الشهور جنب بعضها بحط الشهور جنب بعضها بطريقة افقية يعني انا هاجد الوقت هحسب المدة تاريخ البداية شهر ايه شباب تاريخ البداية عندي شهر يناير هقول هنا يناير سبراير فبراير مارس ابريل مايو يونيو مايو يونيو طيب يونيو ده ايه يا جماعة يونيو انا هو هاجي جنبيك اهو هكتب كلمة نصف بمعنى ايه يا شباب لما اجي احسب المدة بتاعتي هو بيقول لي ايه يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو هعد الشهور يناير بالكامل فبراير بالكامل مارس بالكامل ابريل بالكامل مايو يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زائد النص بتاع شهر يونيو يبقى هاجي هنا هقول المدة المدة بتساوي خمسة ونص شهر خلاص كده يا شباب تمام طيب لما اجي اروح على المسألة هلاقيه بيقول لي المعدل ستة في المية كل نص سنة المعدل ستة في المية كل نص سنة في الحالة دي انا هعمل ايه هحول المعدل لان احنا اتفقنا يا جماعة احنا بنحل المسائل بمعدل سنوي وليس معدل جزئي المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي في عدد مرات الاستحقاق ايه يا شباب معنى الكلام ده معنى الكلام ده ان انا هحسب المعدل السنوي المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي كان فوق المعدل الجزئي عندي ستة في عدد مرات الاستحقاق يعني لو البنك هيحسب لي الفايدة كل ستة شهور هيحسب لي الفايدة كم مرة في السنة براو عليك يا بنتي انا سامع بنت من بناتنا بتقول لي ان هيحسب لي الفايدة مرتين عملت ايه بنتنا اسمت اتناشر اللي هي عدد شهور السنة اتناشر على ستة في هالكام في هالتنين هضرب ستة في اتنين هتطلع اتناشر في المية سنويا يبقى انا عملت ايه يا شباب لما جيت قريت المسألة بتاعتي لقيت ان فيه تاريخين تاريخ اقتراض وتاريخ السداد عرفت على طول ان انا من التاريخين دول هروح احسب المدة بتاعتي حسبتها ازاي لما لقيت كلمة اول وكلمة منتصف رحت حطيت الشهور جنب بعضها بدأت بشهر يناير وانتهيت بيونيو وعملنا طلعنا للايه المدة بتاعتنا خمس شهور ونص لما جيت ابص على المسألة لقيت المعدل مش مكتوب جنبيه كلمة سنويا لقيت فيه مكتوب جنبيه كلمة كل ست شهور رحت حسبت المعدل السنوي عشان ما اقدرش احسب الفايدة الليما يكون عند المعدل السنوي حسبت المعدل السنوي ازاي ضربت المعدل الجزئي في عدد مرات الاستحقاق يعني عدد مرات استحقاق الفايدة ضربت المعدل الجزئي في عدد مرات استحقاق الفايدة يعني ستة في اتنين بكام باثناشر في المية سنويا هروح بعد كده يا شباب هروح هحسب بقى المطلوب بتاعي هحسب له الفايدة وهحسب له ايه الجملة فيه بتساوي ايه يا شباب زي ما احنا تعلمنا في الحلقات السابقة فيه بتساوي الف في عين على مية في المدة اللي انا طلعتها طلعتها بالشهور يبقى اقول فيه شين على كام على 12 هتساوي الف عندي بكام بعشر تلاف جنيه فيه المعدل عندي كام 12 ولا 6 12 يا شباب اللي احنا حسبناه 12 عالميا اللي هو المعدل السنوي فيه المدة بالشهور اللي احنا طلعناها طلعناها كام 5 شهور ونص على كام على 12 ليه على 12 يا شباب لاننا عندي اللي السنة فيها 12 شهر هروح بالقالة الحسبة بتاعتي هضرب عشر تلاف في 12 في خمسة ونص على 1200 هلاقي الناتج طلع معايا كام هلاقي الناتج طلع معايا 550 جنيه يبقى اذا يا شباب انا روحت اودعت في البنك عشر تلاف جنيه لمدة خمس شهور ونص بمعدل 12 في المية سنويا لقيت البنك حسب لي كام فايدة 550 جنيه هروح احسب المطلوب التاني اللي هو الجملة الجملة احنا عارفين على كلنا بتساوي المبلغ زائد الفايدة يعني انا ما اروح الام كل اللي ليه في البنك البنك انا حطيت فيه عشر تلاف جنيه البنك حسب لي فايدة 550 هروح اجمع كام يا شباب هجمع 10 تلاف زائد 550 الناتج هيطلع معايا 10 تلاف 550 جنيه ابنائي وبناتي الطلبة يبس سؤال اللي معانا كان فكرته ايه كان مديني مبلغ كان مديني تاريخ اقتراض كان مديني تاريخ السادات كان مديني معدل جزئي بيقول لي احسب الجملة لما لقيت فيه تاريخين رحت حسبت المدة بينهم وعشان كلمة اول وكلمة منتصف طبعا انا حسبت المدة بالطريقة اللي انتو شفتوها لما لقيت المعدل عندي جزئي كان لازم اروح احاوله لمعدل سنوي عشان كل شغلنا في الفايدة البسيطة بالمعدلات الايه السنوية بعد ما حسبت المدة وحسبت المعدل السنوي رحت حسبت الفايدة والجملة بالطريقة اللي حضراتكو عارفينها هنروح على السؤال التاني نشوف السؤال التاني بيقول ايه وازاي هنوجد الايه المطلوب السؤال التاني بيقول لي جايب لي سؤال متلخص جاهز يعني مش هنقرأ ونلخص جايب لي سؤال متلخص جاهز بيقول لي الجملة خمسة وعشرين الف وسبعمائة جنيه المدة اللي معايا ثلاث سنوات المعدل تسعة ونص في المية سنويا يبقى ناخد بالنا يا شباب ان المعدل اللي معانا معدل سنوي ايه المطلوب مني بيقول لي لو سمحت احسب المبلغ ولو سمحت احسب الايه الفايدة يبقى انا عندي يا شباب مطلوب احسب المبلغ طيب عشان احسب المبلغ مديني فايدة ولا مديني جملة مديني جملة يب انا هحسب المبلغ بمعلومية الايه الجملة وبعد كده اروح احسب الايه الفايدة اللي هو طالبها مني ازاي بحسب المبلغ بمعلومية الجملة شباب احنا تعلمنا قبل كده في قانون عندي اسمه قانون الجملة المباشر ايه هو قانون الجملة المباشر تعالوا كده نشوف قانون الجملة المباشر بيقول لي جيم بتساوي الف افتح قوس واحد زائد شرطة كس اضرب عين في المدة على حسب نوعها معايا المدة اللي معايا المدة بالسنوات يعني رمزها نون فهقول عين في نون على كام على مية وقفل القوس بتاعي القانون ده هو يا شباب اقدر احسب بي الجملة بطريقة مباشرة يعني من غير ما احسب الفايدة وبعدين اروح احسب الجملة اقدر احسب منه المبلغ بمعلومية الايه الجملة في السؤال اللي معايا بيقول لي احسب المبلغ بمعلومية الجملة الجملة اللي هو مدهالي كام مديني الجملة 25700 جنيه ادي 25700 جنيه بتساوي مش المبلغ هو اللي مطلوب اه بكتب المبلغ زي ما هو افتح قوس واحد زائد اعوض عندي المعدل عندي كان في السؤال زي ما شفناه من شوية تسعة ونص في المدة بالسنوات عندي تلاتة على كام يا شباب على مية هعمل ايه بعد كده هروح نازل تاني بال 25700 هتساوي هنزل بالالف زي ما هي وهتخلص من القوس ده برقم الرقم ده مضروف في الايه في الالف ازاي يا شباب انا هتخلص انا قدامي قوس بقى فيه ارقام مضروبة وبعدين فيه اسمه وبعدين فيه جمع ازاي بتخلص من القوس ده بالالة الحزبة البسيطة او بالالة الحزبة بتاع الموبايل اللي معايا ركزوا معايا يا شباب هروح بالالة الحزبة هقول تلاتة من على الشمال من هنا هقول تلاتة في تسعة ونص على مية يساوي زائد واحد يساوي هقول كمان مرة تلاتة في تسعة ونص على مية وبعدين اقول يساوي زائد واحد يساوي هيطلع معايا ناتج القوس ده او خلاصة القوس ده واحد علامة 285 الخطوة اللي جاية بعمل ايه يا شباب بنزل بال 25700 بتساوي ها ادي الالفة هي كمان مرة هاد ربع في واحد علامة 285 بعد كده هروح مطلع الالف برة هاسم اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي يعني اقول 25700 هاسم 25700 على واحد علامة 285 هلاقي الناتج طلع معايا كام يا جماعة ها هلاقي الناتج طلع معايا 20 ألف جنيه حد من أبنائنا يقول الرقم ده هو ايه الرقم ده هو المبلغ طب هو يا شباب طالب مبلغ واحد ولا طالب مبلغ وفايدة لا بيقولي لو سمحت بعد ما تحسب المبلغ روح احسب الايه الفايدة طب انا عندي الجملة كام يا شباب 25700 جنيه وانا كنت حاطت في البنك مبلغ كام 20 ألف جنيه يبا البنك حسب لي زيادة كام او فايدة كام برافو عليك يا ابني بيقولي ابني من ابنائنا بيقولي هنروح نحسب الفايدة هنقول جيم ناقص ألف يعني هطرح 25700 ناقص 20 ألف فهيديني لايه الفايدة بتاعتي يبقى انها دلوقتي هعمل ايه؟ هاجينا هوا انا هقوله بما ان جيم بتساوي ألف زائد فيه احنا عارفين الجملة بتساوي المبلغ زائد الفايدة انا عايز احسب هنا جيم ولا ألف ولا فيه لا انا عايز احسب فيه هقول فيه بتساوي جيم ناقص ألف الجملة احنا حسبينها كام يا شباب الجملة احنا حسبينها 25700 جنيه 25700 وحسبنا المبلغ كام 20 ألف جنيه يبقى منقص الرقمين من بعض هيديني 5700 جنيه ابنائي وبناتي الطلبة السؤال اللي معانا كان فكرته ايه؟ كان جايب لي سؤال متلخص جاهز بيقول ان الجملة 25700 جنيه بيقول ان المدة 3 سنوات بيقول ان المعدل السنوي يعني معدل جاهز هتشتغل بيه على طول 9.5% سنويا لو سمحت احسب المبلغ وبعدين احسب الفايدة طبعا انا لما قيت الراجل مديني الجملة وبيقول لي احسب المبلغ يعني هحسب المبلغ بمعلومية الجملة يعني باستخدام قانون الجملة المباشر اللي احنا قلناه جيم بتساوي ألف أفتح قوس واحد زائد عين في نون على كام عالمية وعودت زي ما حضراتكو شفته بعد ما حسبت المبلغ وطلع معي 20 ألف جنيه رحت حسبت الفايدة بتاعتي اللي هي فيه بتساوي جيم ناقص ألف قلت 25700 ناقص العشرين ألف طلعت معي الفايدة كام 5700 جنيه تعالوا نروح على السؤال الثالث نشوف السؤال الثالث بيقول ايه السؤال الثالث بيقول لي في أول فبراير 2020 أودع تاجر مبلغ 19 ألف جنيه في بنك بمعدل فايدة بسيطة 12% سنويا وبعد عدد من الشهور بلغت الفايدة البسيطة 800 جنيه احسب مدة الإداع وبعدين احسب تاريخ السحب هروح نقرأ تاني عشان بعد ما نقرأ هلخص المسألة بتاعتنا بعد ما نكون درسناها وعرفنا المعطيات والمطلوب بيقول لي في أول فبراير 2020 أودع يبقى التاريخ ده اسمه تاريخ ايه بربو عليك يا ابني التاريخ ده اسمه تاريخ الإداع مبلغ 19 ألف جنيه يبقى المبلغ عندي 19 ألف جنيه بمعدل يبقى المعدل بتاع 12% سنويا وبعد عدد من الشهور أفهم ايه من بعد عدد من الشهور دي أفهم ان المدة هنا مش موجودة يعني هي اللي مطلوبة مني وفي الوقت نفسه المدة دي عدد من الشهور يعني المدة مش سنوات ولا ايام لا ده المدة بالايه بالشهور بلغت الفائدة البسيطة يبقى الراجل هنا مش مديني جملة الراجل مديني فايدة وبيقول لي احسب المدة بالشهور وبعد ما تحسب المدة بالشهور روح احسب الايه تاريخ الايه السحب تعالوا يا شباب نلخص المسألة بتاعتنا بيقول لي فيه اول فبراير الفين وعشرين اودع يبقى نهاجي هنا هقول الايداع اللي هو تاريخ الايداع اول فبراير يعني واحد اتنين سنة الفين وعشرين تمام كده تمام كده اودع مبلغ المبلغ ده هو اللي هو احنا اتفقنا انه هو رمزه الف كام يا شباب تسعة عشر الف جنيه في بنكي بمعدل يبقى المعدل بتاعي اديعين اتناشر في المية سنويا وبعد عدد من الشهور يبقى نهاجي هنا هقول شين احط تحتها شرطة لان هي دي اللي مطلوبة مني الفايدة عندي كام يا شباب الفايدة عندي تمنمية جنيه يبقى نهاجي هنا هقول فيه تمنمية جنيه اما نيجي نبص على التلخيص يا شباب طبعا هو بيقول لي احسب المدة بالشهور واحسب تاريخ الايه السحب يبقى انا هنا هكتب هنا السحب واحط برضو تحتيه شرطة يعني مطلوب مني المدة بالشهور وتاريخ الايه السحب لما نيجي نبص على التلخيص بتاعي يا شباب مديني تاريخ اداع مديني مبلغ ومعدل وفائدة يعني مديني فايدة مش مديني جملة وبيقول لي لو سمحت احسب تشين اللي هي المدة بالشهور وبعدين نحسب تاريخ السحب طبعا احنا من قبل كده عارفين ان انا عشان احسب مدة او معدل ملهاشا لطريق واحد بس يعني ايه طريق واحد يعني ملهاشا لقانون واحد بس هو قانون الفايدة قانون الايه الفايدة يبقى انا دلوقتي هكتب قانون الفايدة في حالة المدة بالشهور اللي هو عبارة عن ايه فيه بتساوي الف فيه عين على مية فيه شين على اتناشر طيب انا القانون ده يا شباب انا كتبه ليه عشان احسب فايدة ولا مبلغ ولا معدل ولا مدة يعني عايز احسب فيه ولا آلف ولا عين ولا شين لما نيجي نبص على التلخيص فوق هلاقي شين هي اللي مطلوبة هاجي هحط دايدة كده هوا على شين يعني انا هعوض في كل الرموز اللي موجودة بس اما اما اوصل لشين هنزل بشين زي ما هي لحد ما احسب ايه قيمتها تعالوا نعوض يا شباب معنى ان انا هعوض يعني هشيل الرمز وحط القيمة بتاعته في نفس المكان فيه فيه عندي فوق بكام بثمنمية يعني انا تحت الفيه هكتب كام هكتب ثمنمية بتساوي الف عمدي بكام بتسعتاشر الف فيه المعدل عمدي كام اتناشر على مية فيه المدة بالشهور كام اه ما هي بالشهور ما بناهاش رقم فوق يبقى انا هحط الشين زي ما هي وهاسم على كام على اتناشر انا عايز احسب قيمة ايه شين يبقى انا هنا هطلع شين برا هتساوي هاخد شرط الكسر ساهمة هينزل من التمنمية يضرب في الارقام اللي تحت بمعنى ايه فوق في البست هنا هقول تمنمية في مية في اتناشر يبقى دي تمنمية في مية في اتناشر هروح على البست البست عبارة عن التسعتاشر الف والاثناشر والشين الشين طلعتها برا يبقى بقى عندي ايه بقى عندي التسعتاشر الف والاثناشر يبقى قول على تسعتاشر الف في اتناشر تساوي لما كنا في البتداء عشان نتخلص من الكلام ده كنا بنعمل ايه نروح ناخد شرطة كسر بضرب الأرقام اللي فوق بضرب الأرقام اللي تحت بقسم اللي فوق على اللي تحت وطلع الناتج احنا دلوقتي ناس كبار وفاهمين ازاي بنستخدم الآلة بحيث يبقى فيه سهولة في استخراج الناتج اتفقنا من قبل كده في الحلقات الحلقات السابقة طبعا طول ما احنا فوق بنضرب اول ما ننزل تحت بنقسم عشان نتخلص من الكلام ده ونطلع الناتج يبقى نروح بالآلة الحزبة هقول 800 في 100 في 12 اول منزل تحت ما جيبش سيرة الضرب رغم ان هي مكتوبة يبقى انا منزل تحت اقول على كام على 19 الف على كام تاني على 12 هيطلع معايا المدة 8 شهور يبقى انا لما حسبت المدة طلعت كام طلعت 8 شهور مطلوب مني احسب ايه تاني مطلوب مني احسب تاريخ السحب مش معنى ان يا جماعة تاريخ السحب ده مش هو بييجي بعد تاريخ الاداع يعني انا بودع الاول وبعدين بسحب عشان احسب تاريخ السحب بحسبه بالجمعة يعني ايه بالجمعة يعني اقول تاريخ السحب هيساوي تاريخ الاداع زائد المدة اللي انا طلعتها هي المدة اللي انا طلعتها اسمها ايه اسمها مدة الاداع طيب هو انا تاريخ السحب عندي كام تاريخ السحب عندي واحد اثنين الفين وعشرين ما هو موجود فوق اهو يا شباب في التلخيص بيقول الاداع واحد اثنين سنة الفين وعشرين زائد مدة الإداءة اللي أنا حسبتها كام 8 يبقى هنا مفيش أيام في 8 شهور مفيش سنواتهم هعمل إيه بقى بعد كذا ها هروح 1 زائد صفر أدي 1 2 زائد 18 و2020 زائد صفر كام 2020 يبقى إذن يا شباب المدة بتاريخ السحب بتاعي كام 11 سنة 2020 أبنائي وبناتي الطلبة يبقى السؤال اللي معايا كان فكرته إيه كان مديني تاريخ إداء كان مديني مبلغ كان مديني معدل وكان مديني فايدة بيقولي لو سمعت احسب المدة بالشهور طبعا إحنا كلنا عارفين أن أنا عشان أحسب المدة أو المعدل لابد من استخدام قانون الفايدة وعلى حسب نوع المدة اللي قدامي لو سنوات بقول نون لو شهور بقول شين لو أيام بقول إيه يه طبعا أنا معايا المدة بالشهور طلعت شين برة وعوضنا في القانون زي ما حضراتكم شفته طلعت معايا المدة كم شهر طلعت 8 شهور بعد ما حسبت مدة الإداء رحت جمعتها على تاريخ الإداء طلعت لتاريخ السحب كام 11 سنة كام سنة 2020 هنروح على السؤال اللي بعد كده نشوف إيه فكرته تعالوا نروح على السؤال الرابع هنروح على السؤال الرابع بيقول لي إيه وجدت جملة دفعة سدس سنوية قدر كل منها 1000 جنيه بفائدة بسيطة معدلها أو بمعدل 12% سنويا لمدة سنة وتمن شهور إذا كانت الدفعة تدفع أول الفترة الزمنية قرينا المسألة هنرجع نقراها تاني بيقول لي إيه وجد جملة دفعة يبقى هو مطلوب مني جملة الدفعة أو جملة الدفعات اللي معايا في السؤال دفعة سدس سنوية يبقى إذن مدة الدفعة كام سدس سنة يعني شهرين قدر كل منها 1000 جنيه يبقى مبلغ الدفعة كام 1000 جنيه بفائدة بسيطة بمعدل كام يا شباب 12% بقى المعدل عندي 12% سنويا لمدة سنة ونصف اتفقنا قبل كده أني في مسائل الدفعات أي سنوات بحولها لشهور وطبعا هنا المدة بالسنوات والشهور فهحولها كلها لشهور إذا كانت تدفع أول الفترة الزمنية من كلمة أول يبقى أنا حددت نوع الدفعة الدفعة نوعها إيه يا شباب نوعها فورية أنا هسألكوا أبنائي وبناتي هسألكوا وين تردوا علي هسألكوا هقول لكم الدفعة نوعها إيه هتقولولي الدفعة نوعها فورية برافو عليك يا ابني يبقى دال فورية عرفت إزاي إن هي فورية من كلمة أول اللي موجودة في السطر الأخير طيب مبلغ الدفعة عندي كام؟ برافو يا بنتي بتقولي مبلغ الدفعة ألف جنيه طيب لو أنا سألتكم مدة الدفعة كام؟ بتقولولي إن الدفعة دي دفعة ستس سنوية يعني مدة الدفعة أدي مدة الدفعة ستس يعني اتنين شهر تمام كده؟ تمام طيب المعدة العمدي كام؟ المعدة العمدي إتناشر في المية سنويا تمام كده؟ طيب لو جيت أقول لكم السنة ونص دي اسمها إيه؟ السنة ونص دي اسمها المدة كلها سنة ونص سنة باثناشر سنة وتمان شهور السنة باثناشر زائد التمانية يعني المدة كلها كام؟ عشرين شهر تمام؟ طيب إيه المطلوب مني يا شباب في السؤال؟ بيقولي احسب جملة الدفعات فين؟ أعرفت إزاي إن هو طالب جملة الدفعات؟ لأن هو أول ما جيت أقرى المسألة قال لي إيه وجد إيه الجملة؟ يبقى قول جيم هنا وأحط تحتها إيه شرطة يبقى مجا بص يا شباب على التلخيص بتاعي عندي دفعة فورية قيمتها ألف جنيه مدة الدفعة الوحدة شهري المدة كلها عشرين شهر المعدل 12% سنويا مطلوب مني لإيه الجملة اتفقنا قبل كده يا شباب عشان أحسب جملة الدفعات بحسب ثلاث حاجات مين هيقولي؟ براو عليك يا ابني بيقولي هنحسب نون هنحسب شيم هنحسب شين شرطة نون هحسبها إزاي يا شباب؟ ها بأسم المدة كلها على مدة الدفعة يعني هأسم عشرين على اتنين هتساوي عشر دفعات طب عايزة أحسب شين شين هحسبها إزاي؟ قلنا برجع لنوع الدفعة الدفعة عندي فورية يبقى اللي فوق شين واللي تحت شين شرطة يبقى شين بكام عندي؟ شين عندي بعشرين شهر عشرين شهر وشين شرطة بكام؟ هو الرقم اللي تحت يعني اتنين شهر هساب تنون وشين وشين شرطة هروح أكتب قانون الجملة اللي احنا كلنا عارفينه بيقول إيه قانون الجملة يا شباب؟ جين بتساوي دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر يبقى قانون الجملة بتاعي احنا طبعا اتدربنا عليه قبل كده او كلنا عارفينه طب انا بس عن نفسي سؤال هو انا عايز ايه من القانون ده هو انا عايز دال ولا نون ولا عين ولا عايز ايه لأنا عايز رحسب قيمة جيم يبقى جيم دي هتاني نازل بيها زي ما هي لحد ما طلع قيمتها في الاخر فيما عادة ذلك بعوض في كل الرموز اللي قدامي يبقى انا اقول دلوقتي جيم بتساوي دال عندي بكام دي دالة هيا هشيلها وحط قيمتها يبقى الف في نون عندي فوق بعشرة زائد دال عندي بألف في المعدة اللي عندي بكام فوق بـ 12 يبقى في 12 على مية في نون عندي بكام فوق نون عندي انا هسيبها بعشرة عشرة على كام على اتنين في شين عندي انا بقول شين زائد شين شرطة شين عندي بعشرين وشين شرطة باتنين يبقى مجموعهم كام 22 على 12 الخطوة اللي جاية بنعمل ايه يا شباب بنزل بالجيم زي ما هي بدرب 1000 في 10 ب10,000 زائد بدرب 1000 في 12 في 10 في 22 على 2400 هلاقي الناتج طلع معايا 1100 جنيه لما اجمع الرقم ده والرقم ده اللي هو ده 1000 في نون اتفقنا قبل كده ان اسمه مجموع المبالغ والرقم ده اللي هو خلاصة الجزء اللي بعد علامة زائد اسمه مجموع الفوائد يعني لما اجمع مجموع المبالغ زائد مجموع الفوائد هيديني جملة الدفعات لما اروح بالقالة الحسبة اجمع 10,000 زائد 1100 هيديني 11,100 جنيه يبقى انا عندي جملة الدفعات بكام ب11,100 ابنائي وابناتي يبقى المسألة اللي معانا كانت عبانة عن ايه كان مديني دفعة قيمتها 1000 جنيه الدفعة دي نوعها فورية مديني مدد الدفعة 6 سنة يعني شهرين مديني المدة كلها 20 شهر المعدل 12% سنويا وطالب مني جملة الدفعات رحت حسبت نون وحسبت شين وحسبت شين شرطة بعدها كتبت قانون الجملة وحوط في القانون الجملة حوط في كل الرموز اللي موجودة فيما عدا حرف الجيم اللي هو بيرمز للجملة لحد ما طلعت معايا الجملة كان 11,100 جنيه هنروح على السؤال التالي اللي بعد كده اللي هو السؤال الخامس هنشوف السؤال الخامس بيقول ايه السؤال الخامس بيقول لي يودع تاجر اخر كل 3 شهور دفع متساوية دفع متساوية فوجد في نهاية سنتين ونصف ان رصيده 22,700 جنيه بمعدل 12% سنويا احسب مبلغ الدفع ارينا هنقرأ كمان مرة بيقول لي يودع تاجر اخر كل 3 شهور يعني الدفع اللي معايا مش موجودة بس الدفع دي بتودع اخر يعني معناها دفع عادية كل 3 شهور يعني مدة الدفع 3 شهور دفع متساوية فوجد في نهاية سنتين ونصف يبقى اذا المدة عندي سنتين ونص هروح احولها كلها لشهور السنتين ب24 شهر والنص 6 شهور يعني المدة كلها 30 شهر انا رصيده عارفين كلمة الرصيد هي نفسها كلمة الجملة الجملة عندي اللي هي جملة الدفعات 22,700 جنيه المعدل عندي 12% سنويا مطلوب احسب مبلغ الايه؟ الدفع تعالوا كده نلخص المسألة بتاعتنا قلنا قيمة الدفع مجهولة لان هو بيقول لي احسب مبلغ الدفع والدفع المجهولة دي عشان بيتم ادعها اخر دفع عادية بيتم ادعها اخر كل 3 شهور يعني مدة الدفعة 3 شهور فوجد في نهاية سنتين ونصف يعني المدة كلها سنتين ونصف 24 زائد 6 يعني كام 30 شهر بمعدل المعدل عندي كام 12% سنويا قلنا وجد رصيده يعني معناها ان جملة الدفعات 22,700 جنيه لما نيجي نبص على التلخيص اللي قدامنا يا شباب هلاقي ان الدفعة ملهاش قيمة يعني هي اللي مطلوبة مني طب المدة مدة الدفعة والمدة كلها والمعدل ده بيبقى حش وموجود في المسألة انا عايز اشوف ايه الجديد اللي عندي طبعا الدفعة ملهاش قيمة ومديني جملة مش مديني مجموع فوائد ولا الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية يبقى انا هروح احسب قيمة الدفعة بمعلومية جملة الدفعات هنعمل ايه يا شباب احنا قلنا قبل ما بنحل اي مسألة الدفعات بنحسب كم حاجة هم الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم برافو عليك يا بنتي بتقول لي هنحسب نون وهنحسب شين وهنحسب شين شرطة وكلنا عارفين نون بنحسبها ازاي بنقسم المدة كلها على مدة الدفعة يعني هقسم تلاتين على تلاتة هذه تلاتين على تلاتة هتساوي عشرة والعشرة دي الشباب اسمها عشر دفعات عشان نون دي هي عدد الدفعات طب هحسب شين اول ما اوصل لشين او شين شرطة لابد اطلع اتأكد من نوع الدفعة الدفعة نوعها ايه عادية يبقى الرقامين اللي انا اسمهم على بعض بنقصهم من بعض يعني انا هاجي هنا اقول تلاتين ناقص تلاتة هتساوي معايا كام هتساوي سبعة وعشرين شهر طب شين شرطة في الدفعات العادية اتفقنا قبل كده ان شين شرطة في الدفعات العادية دائما وابدا بتساوي صفر جهزت شغلي حسب تنون وشين وشين شرطة هروح اكتب قانون جملة الدفعات ليه يا شباب هكتب قانون جملة الدفعات لان هو مديني هنا جملة الدفعات بثنين وعشرين الف وكم وسبعمية قانون جملة الدفعات لسه قيلينه من شوية جيم بتساوي دال في نون زائد دال في عين على 100 في نون على 2 في شين زائد شين شرطة على 12 وأسأل نفسي سؤال بعدما كتبت القانون هو أنا عايز أحسب إيه عايز أحسب جيم ولا عايز أحسب حاجة تانية برافو عليك يا ابني بيقول لي أنا عايز أحسب قيمة دال عايز أحسب قيمة إيه دال هاجي على دال دي أعمل دايلة صغيرة كده ودال دي أعمل دايلة صغيرة يعني أول ما وصل لها هنزلها زي ما هي في نفس المكان يبقى أنا هبدأ عوض في القانون ابتداء من حرف الجيم جيم عندي بكام فوق بـ 22 1700 بتساوي وصلت لدال هكتبها زي ما هي نون ليها رقم فوق عشرة زائد دال هكتبها زي ما هي في عين عندي بكام فوق في التلخيص 12 على 100 في نون عندي بعشرة على 2 في هو بيقول لي شين زائد شين شرطة شين عندي بـ 27 شين شرطة عندي بـ 0 يبقى مجموعهم كام 27 على كام على 12 هنعمل إيه بعد كده يا مستر هقول لك هننزل بالجملة زي ما هي 22 2700 دال مضروبة في عشرة يبقى أنا أقول عشرة دال زائد هروح بالقال الحسبة الجميلة بتاعتي هقول 12 في عشرة في 27 على 24 هتطلع معايا واحد علامة 35 من 100 دال هنعمل إيه يا مستر انت زهقتنا لا إحنا خلاص وصلنا بقى للآخر هوا واللي جاي كله سهد هنزل بالـ 22 1700 بتساوي عندي رقم جنبي دال ورقم تاني جنبي دال يبقى لازم أجمعهم على بعض عشرة زائد واحد يبقى 11 علامة 35 من 100 دال آخر حاجة هنعملها يا شباب هتطلع دال برة وهقسم اللي قبل علامة التساوي على بعد علامة التساوي يعني هقسم 22 1700 على 11 علامة 35 هتساوي لما روح أعملها بالقال الحسبة الجميلة بتاعتي هلاقي قيمة الدفعة طلعت معايا بكام هلاقيها طلعت معايا بألفين جنيه أبنائي وبناتي الطلبة في المسألة اللي فاتت كان مديني قيمة الدفعة مدة الدفعة المدة كلها المعدل وبيقول لي احسب الجملة هنا عكس الوضع مديني الجملة المعدل مدة الدفعة المدة كلها وبيقول لي من فضلك احسب مبلغ الدفعة وعشان مديني جملة الدفعات أنا استخدمت قانون جملة الدفعات في إيجاد قيمة الدفعة بس قبل ما عملنا كده رحنا حسبنا نون وشين وشين شرطة زي ما تعودنا في موضوع الايه الدفعات خلينا نروح على السؤال اللي بعد كده السؤال السادس هنشوف ايه المطلوب مني السؤال بيقول لي ايه اوضع شخص ست دفعات ربع سنوية في بنك يبن الرجل اوضع كم دفعة ست دفعات ربع سنوية يعني الدفعة الوحدة ربع سنوية في بنك قيمة كلهم منها يعني الدفعة الوحدة خمسمية جنيه فبلغ الفرق نركز يا شباب في اللي جاي ده فبلغ الفرق بين جملتها اذا كانت فورية وجملتها اذا كانت عادية 94 علامة 50 جنيه يعني 94 ونص جنيه احسب معدل الايه الفائد لما اجا بص على المسألة يا جماعة بيقول لي اوضع شخص ست دفعات يبه الست دفعات دول اسموهم ايه اسموهم عدد الدفعات والربع سنة دي اسمها ايه اسمها مدة الدفعة الوحدة لما كن انت شارية ست كيلو برتقال الكيلو الواحد بتلت شهور ما هي ربع السنة تلت شهور يبه ست برتقالات بكام تمام يبه انا ما اروح اول حاجة هعملها بقى في التلخيص بتاعي من عدد الدفعات والربع سنوية دي هروح حاسب المدة كلها يبه اما احسب المدة كلها اقول المدة كلها عندي عدد الدفعات ستة هقول ستة في تلاتة التلاتة دي جات منين يا شباب التلاتة دي لاني بيقول الدفع ربع سنوية يبه انا عندي المدة كلها 18 شهر انا بلخص يا شباب قيمة كلهم منها يبه قيمة الدفع عندي 500 جنيه فبلغ الفرق بين جملتها اذا كانت فورية وجملتها اذا كانت عادية يبه انا عندي الكلام ده اسمه الفرق الفرق عندي كام قال لي 94 جنيه ونصف طب مطلوب مني ايه بيقولك من فضلك احسب معدل الفايدة يبقى هنا هكتبعين مطلوب لما بص على التلخيص اللي قدام يا شباب مديني دفعة مديني المدة 18 شهر مديني الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية وبيقول لي من فضلك احسب المعدل يبه المعدل ده ولا هحسبه بمعلومية جملة الدفعات ولا هحسبه بمعلومية مجموع الفوائد ولكن هحسيبه بمعلومية الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية هنحسب المعدل ازاي يا شباب؟ احنا خدنا قبل كده واحنا بنشرح موضوع الدفعات ان الفرق ده هو بيساوي فائدة دفعة للمدة كلها بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفرق ده هو وعشان انا قلت فايدة فايدة دفعة يبقى لازم اقول دال في عين عالمي مش احنا بنقول فايدة يا شباب طيب هو الراجل بيقول لي للمدة كلها يعني معناها ان في المدة كلها والمدة كلها عندي فوق بالشهور فعشان كده هقسم على كام؟ هقسم على 12 يبقى ده قانون الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية الفرق بيساوي دال في عين عالمية في المدة كلها على كام على 12 طب يا ترى يا شباب انا بكتب القانون ده عشان احسب الفرق ولا الدفعة ولا المدة كلها ولا المعدل برافو عليك يا ابني انا بكتب القانون ده عشان مطلوب مني فوق المعدل يبقى هاجي هنا اقول عين هحط عليها دا يبقى هعوض في كل الكلام اللي قدامي ولما اوصل لحرف العين هكتبها زي ما هي لان هي مدهاش رقم فوق تعالوا نعوض هشيل كلمة الفرق الفرق عندي فوق بكام؟ اربعة وتسعين ونص بتساوي دا لعندي فوق بكام؟ دا لعندي فوق بخمسمية في عين من حتى لو عايز اشيل للعين وحط قيمتها مش يلاقي ليها قيمة فوق فهكتب العين في نفس المكان واقول على كام على مية في المدة كلها المدة كلها هي اللي انا حسبتها دربت عدد الدفعات في مدة الدفعة يعني ستة في ثلاثة بكام بطمنتاشر يبقى هنا هكتب كام؟ 18 على 12 بنعمل اي يا مستر؟ العين دي بطلعها برا لان هي دي اللي عايز احسب قيمتها وباخد شرط الكسر جميلة سهم بينزل من الرقم اللي قبل علامة التساوي يضرب في الارقام اللي تحت يعني انا هضرب 94.5 في 100 في 12 اهي 94.5 في 100 في 12 على كام يا شباب؟ تعالوا نشوف البسط فيه ايه؟ البسط فيه 500 وفيه عين وفيه 18 انا طلعت العين برا يبقى انا هضرب ال 500 في كام في 18 يبقى انا هنا هقول على 500 في 18 هتساوي ها هنعمل ايه يا شباب؟ هنخلص الكلام ده ازاي بالقالة يا ترى هنروح بقى ناخد شرطة كسر ونضرب اللي فوق وبعدين نضرب اللي تحت ونقسم اللي فوق على اللي تحت لا احنا تعلمنا الطريقة السهلة الجميلة طول ما نفوق بضرب بازل تحت بقسم يعني بالقالة الحزبة هضرب 94.5 في 100 في 12 على 500 على كام تاني على 18 رغم ان هي مضروبة مكتوبة فيه يبقى ازا المعدل بتاعي هيطلع 12 وكام يا شباب و6 في المية سنويا ابنائي وبناتي الطلبة ايه الافكار اللي احنا خدناها النهاردة واحنا اتفقنا ان الافكار دي كلها افكار امتحانات سنوات سابقة المسألة الاولانية كان مديني مبلغ وكان مديني تاريخين وكان مديني معدل جزئي وبيقول لي احسب الفايداء والجمل اول حاجة من التاريخين رحت طلعت المدة بتاعتي وعشان المعدل جزئي رحت حسبت المعدل السنوي وحسبت الفايداء والجمل زي ما حضراتكو شوفتو المسألة اللي بعديها كان مديني جملأ وطالب مني مبلغ رحت استخدمت قانون الجملاء المباشر في ايجاد الايه المبلغ بعد كده شباب كان مديني ايه كان مديني طبعا دفعة ومدة دفعة والمدة كلها والمعدل وبيقول لي احسب جملة الدفعات طبعا رحت حسبت نون وشين وشين شرطة وكتبت قانون جملة الدفعات وروحت عوضت فيه بعد كده اداني جملة الدفعات في المسألة اللي بعديها اداني جملة الدفعات وقال لي من فضلك احسب مبلغ الدفعة رحت برضو حسبت نون وشين وشين شرطة وعشان مديني جملة الدفعات استخدمت قانون جملة الدفعات في ايجاد قيمة الايه الدفعة اخر سؤال كان معايا كان مديني الفرق بين الجملة الفورية والجملة العادية وكان مديني المدة كلها وكان مديني الدفعة وبيقولي لو سمحت احسب الايه المعدل رحت كتبت قانون الفرق وقلت الفرق بيساوي الدفعة في المعدة العالمية في المدة كلها على كام على 12 عوضت في القانون بتاعي عوضت في القانون بتاعي طلعت المعدل بتاعي برا لقيت المعدل طلع معايا كان 12.6 من 10 في الايه في المية ان شاء الله يا شباب في الحلقات اللي جاية برضو هنجيب افكار من امتحانات سنوات سابقة وهنتضرب عليها كل حلقة ان شاء الله هنجيب افكار جديدة ونتضرب عليها عشان لما ندخل الامتحان نلاقي كل الافكار اللي موجودة في الامتحان احنا متضربين عليها من قبل كده واحنا متفقين من قبل كده ان احنا هدفنا هو تفوقنا يعني ان شاء الله نجيب الدرجات النهائية سواء كان في امتحان الفصل الدراسي الاول او امتحان الفصل الدراسي الايه التاني طبعا يهمني ان انتو تتابعونا باستمرار تتابعونا سواء كان على شاشة القناة او تتابعونا على اليوتيوب طبعا الحلقات دي كلها بتنزل على اليوتيوب أو تتابعون على منتديات قطاع التعليم الفني وربنا يوفقكم جميعا يا شباب وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم ساعدت بالقاء معاكم طبعا الحلقة معاكم بتخلص بسرعة وأقل لكم تحيات أسرة البرنامج وأشوفكم على خير الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته